اشتركوا في القناة طبعا هاي الكيكة تنفع عنا لفطور او عشا خلينا نبلش بالمكونات ونبدأ بسم الله هون عندي لتحضير الكيكة رح احتاج لكوب من اللطحين رح احتاج كمان لحبتين من البيض ربع كوب من الزيت عندي ملعقة كبيرة من الزعتر الاخضر الناشف وملعقة كبيرة من زعتر الطعام ربع كوب من الدرة ربع كوب من الفلفلة ربع كوب من جبنة العكاوي طبعا انا الجبنة نقعتها لمدة ساعتين بعدها نصفت ميتها وفتتها عندي نصف كوب من الحليب وعندي ربع كوب من الزيتون المقطع الاسود عندي ملعقة كبيرة من حبة البركة ملعقة كبيرة من السمسم نصف ملعقة صغيرة من الملح وعندي ملعقة كبيرة من الباكينج بودر هون لتحضير الكيكة رح اخفق اول شي البيض مع الزيت البيض والملح والباكينج بودر على الخليط اللي حضرته وهيك بعد ما نخلت الطحين والباكينج بودر على الخليط عندي صار خليط الكيكة جاهز هلا رح اضيفه عندي بايريكس مدهون زيت وارش السمسم وحبة البركة على وجه الخليط عندي واكيد رح ادخلها على الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسط لحد ما تستوي معاي الكيكة وهيك الكيكة صارت جاهزة عندي رح استناها لحد ما تبرد بعدين نقطعها وصحتين وعافية